ده يعني أحييها على الجملة لما تروح تتوعي تلقى الناس كامل وعية لكن الحقيقة في المنزل ما يحدث خلف الأبواب هو الإشكالية الكبيرة ولي نشوفه أرقام كبيرة وخاصة يعني مدت الخبز مواطن الجزائري احنا تربينا أنه مدت الخبز لما تلقاها مقيوسة أنه تحملها وتبوسها وتحطها في مكان عالي بينما الآن أصبحنا نارة يعني أطنان وأطنان لما نحكيه على 13 مليون طن تاع خبز 18 مليون حبة يعني خبزة ترمة خلال شهر رمضان هذه كارثة كبرى ويعني ونعرف أنه خاصة أنه مادة الخبز هي مادة مدعمة الدولة تنفق من الخزينة العمومية أموال طائلة من أجل إيصالها المستهلك لكن المستهلك لما يشوف سعرها يعني بعشر أو خمسة عشر دينار للأسف الآن في رمضان ما لقوشت عشر أو خمسة عشر دينار شوفوها عشرين وثلاثين دينار لكن لأنه قيمتها المالية الخيصة فما عندوش إشكالية أب عائلة يشتري ثمان خبزات يتقولوا عليها شريث ثمان خبزات يقولك تشهيتهم ولا رائحة ولا اللونتحة وفي نهاية اليوم بعد الإفطار يستهلكوا خبزة ولا زوج وسبع خبزات تورما في سلطة الممارات